الصلاة عماد الدين علمها الله سبحانه وتعالى لجبريل عليه السلام وعلمها جبريل عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي من أولى العبادات التي يؤديها العبد المسلم وهي الركن الثاني في الإسلام ولكن ميز الله صلاة الفجر عن باقي الأوقات فالمحظوظ هو من داوم عليها والخاسر هو من امتنع عنها فصلاة الفجر لها في الإسلام مكانة عظيمة فهي من أهم الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى وهي دليل على قرب المسلم من خالقه جل وعلا وقد وعد الله سبحانه وتعالى من يصل الفجر بأنه سيراه فعن جليل بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما سترون هذا القمر وهذا الوعد الذي أقره الله لعباده لمن داوم على صلاة الفجر لأن بها مشقة فالمسلم المداوم عليها يقوم وينهض من نومه والناس نيام ويتوضأ ويخرج في هذا الوقت في ظلمة الليل متجاوزا برد الشتاء وحر الصيف ليطيع الله تبارك وتعالى فيكون بعدها في رعاية الله عز وجل فعن جند بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم ففي يوم استيقظ رجل في الصبح الباكر ليصلي صلاة الفجر فتوضأ ولبس ملابسه ثم نزل إلى المسجد وفي طريقه تعثر فسقط على الأرض واتسخت ملابسه فاضطر أن يعود إلى منزله ليغير ملابسه ويتوضأ ويذهب إلى الصلاة وما إن وصل إلى نفس المكان حتى تعثر وسقط واتسخت ملابسه مرة أخرى فعاد إلى منزله مرة أخرى وقام بتغيير ملابسه ثم توضأ وخرج من المنزل وأثناء سيره في الطريق التقى برجل كان يحمل مصباحا في يده فأنار له طريقه حتى وصل إلى المسجد وعندما وصل الرجلان إلى باب المسجد رفض صاحب المصباح الدخول للمسجد فعندما سأله الرجل عن السبب الذي يمنعه من الدخول إلى الصلاة فأجابه بأنه الشيطان وأنه كان السبب في إيقاعه لأول مرة حتى يعود إلى المنزل ولا يذهب إلى الصلاة ولكنه علم أن الله قد غفر له ذنوبه بعد ذلك عندما أوقعه للمرة الثانية فعاد إلى بيته فغفر الله لأهل بيته أما المرة الثالثة فقرر الشيطان أن لا يوقعه خوفا أن يغفر الله لأهل قريته جميعا فصلاة الفجر تعجل بدخولك إلى الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة كما أن الملائكة تشهد صلاة الفجر وذلك لعظيم فضلها فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين يأتون فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وقد اكتشف العلم الحديث أن جسدك في وقت الفجر يفرز هرمون الكورتزون وهذه الهرمونات تجعلك تقوم بأداء العمل اليومي بشكل نشيط وتوفر الحماية لأعضاء الجسم المختلفة ضد العديد من الأمراض كما أنه يجعلك تقوم باستنشاق الهواء النقي ويقيك من الجلطات كما أن الاستيقاظ لصلاة الفجر يعين ويحسن من الساعة البيولوجية للجسم ويجعل الأجهزة المختلفة تعمل بشكل جيد ويكون الكبد في أفضل حالاته في ذلك الوقت وقد روي عن شخص أنه أصيب بجلطة فتم نقله إلى المستشفى وقبل وفاته أخذ ينطق بالشهادة ويذكر الله عز وجل كثيرا ثم أخبر من كان معه بأنه يعلم أنه على أعتاب الموت فهو يرى مكانه في الجنة ثم توفي في الحال وقد قيل عن هذا الشخص أنه كان دائما المواظبة على أداء صلاة الفجر على أكمل وجه حتى أنه يسبق المؤذن إلى المسجد فالعبرة من القصة مشاهدين أن الله تعالى يجعل حسن الخاتم لعباده المخلصين الذين قاموا بأداء فروضه وحافظوا عليها وآثروا طاعة الله تعالى على راحتهم الدنيوية فالجزاء دائما يكون من جنس العمل ولكن كيف تداوم عزيز المسلم على صلاة الفجر؟ تحكى قصة عن طفل تلقى في مدرسة درسا عن فضل صلاة الفجر وما إن أحس بعظمتها وثوابها العظيم حتى قرر ذلك الطفل أن يواظب على أدائها في المسجد كان والد هذا الطفل لا يذهب للصلاة فخشي أن يخبره برغبته في الذهاب لكي لا يرفض فقرر الطفل أن يقوم بهذا الأمر بمفرده كان خائفا في البداية بسبب بعد المسجد عن منزله ولكنه وجد أن هناك أحد الشيوخ من جيرانه دائما ما يذهب لأداء صلاة الفجر فبدأ في التسلل وراءه لكي يرشده إلى الطريق واستمر الطفل على هذه الحال لمدة كبيرة ومع وجود هذا الشيخ كان الأمر سهلا عليه وفي يوم تفاجأ الطفل بوفاة هذا الشيخ وكانت صدمة كبيرة لهذا الطفل فأخذ يبكي بحرقة استغرب والده من هذا الأمر لماذا يبكي على شخص ليس في سنه ولا يوجد بينهم أي صلاة سأل الأب الطفل عن السبب فحكى له الطفل عما كان يفعله الشيخ وقال له وهو حزين لماذا لا تكون مثل هذا الشيخ يا أبي ولماذا لا تذهب للصلاة مثل جميع الناس الذين أراهم في المسجد تأثر الوالد كثيرا بهذا الكلام وقرر منذ ذلك الوقت أن لا يتكاسل عن أداء الصلوات في المسجد فالتأثير الذي تحدثه الصلاة في نفوس الناس كبير للغاية فمن يحرص على أدائها في المسجد لا يستطيع الاستغناء عنها أبدا ومن الضروري أن يحرص الآباء عليها حتى يكون قدوة لأبنائهم في هذا الأمر فمن لم يداوم على صلاة الفجر فقد خسر الكثير من أمور دينه ودنياه فاللهم اجعلنا من الحافظين المداومين على صلاتك يا رب العالمين لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة